ما أخر ما يقال إذن بشأن هذه المفاوضات والتجاوب أو التفاعل الإيراني مع ما يقدم لإيران من أجل إحياء هذا الاتفاق مرة أخرى فالوفد الإيراني في فيينا متشبث برفضه تخفيض صقف المطالب وعملية المفاوضات باتت في حالة جمود هذا ما أكدته مصادر مطلعة للحدث رجحت في الواقع عدم حضور روبرت مالي رئيس الوفد الأمريكي إلى فيينا إن بقي الوضع على ما هو عليه المطالب الإيرانية تروي مصادر الحدث أنها ثاجأت الوفود المتفاوضة بصقفها العالي فالوفد الإيراني تراجع 90% عن التزامات النووية السابقة مقابل إصراره على رفع عقوبات بدرجة أكبر بكثير الأوروبيون في الواقع ناقشوا على مدى اليومين الماضيين تفاصيل مسودتين جديدتين تقدم بهما الوفد الإيراني في نهاية الأسبوع الماضي الأوروبيون رفضوا بداية المسودتين إلى أنهم عادوا وقبلوها سبيلا لإيجاد أرضية مشتركة مع الأمريكيين لإكمال المفاوضات رؤساء الوفود الأوروبية الثلاث ألمانيا فرنسا بريطانيا نقلوا ملقص اجتماعات فيينا منذ استئناف الجولة السابعة يوم الخميس الماضي إلى وزراء خارجية دولهم الذين اجتمعوا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لمناقشة الملف الإيراني وكان لافتا صدور بيان بريطاني دعا إيران إلى الانخراط في المفاوضات بجدية ما يشير إلى أن الأوروبيين والأمريكيين ما زالوا يعتقدون أن إيران تحاول شراء الوقت لتطوير برنامجها النووي ولا تخوض مفاوضات للتوصل إلى اتفاق شكرا